كم هي النعم التي ولدت من رحم العذاب كم قصيدة رنانة قيلت بلسان الألم كم تحفة فنية رسمت بريشة الحزن كم نجاح باهر خططه عقل بالوجع كم انتصار عسكرية لم يتحقق إلا بالجراح وكم من دواء لم يكتشف إلا بالمرض وكم من تكاتف لم يظهر إلا في الحروب وكم من يد النبيلة لم تمتد للمساعدة إلا عند الفاق كان يجب علينا أن نتألم لأننا ناكر الجميل لا نشعر بالنعمة إلا عند فقدانها لا نقدر الصحة إلا حين المرض ولا الأمن إلا مع الخوف ولا الشبع إلا بالجوع نحن هكذا لا نتعلم إلا بعصى المعلم والعاقل يلوم نفسه للمعلم هكذا الحياة لا تخرج لنا أجمل ما فيها إلا بالمعاناة والكفاح والاجتهاد مشاهدين الكرام يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضلتكم أهلا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم فضيلة الشيخ عنوان مقدمة اليوم الحياة لا تخرج لنا أجمل ما فيها إلا بالمعاناة والكفاح والاجتهاد وطبعا فضلتكم هذه المقدمة المستوحية من كتاب الكاتب الكويتي فيز الكندري الكتاب اسمه البلاء الشديد والميلاد الجديد بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد الحياة هي الحياة فيها الجميل وفيها القبيح فيها الطيب الحسن وفيها القبيح السيء والإنسان وضع الله تبارك وتعالى فيه من القدرة والإمكانية أن يجتهد فيصل إلى تحقيق كل طيب وإذا تكاسل وتقاعص حرم من ذلك ولذلك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فيها حرص على المسارعة والمبادرة والتسابق والتنافس وهي مصطلحات قرآنية الغرض الأساسي منها هو أن يتحرك الإنسان ليحقق ما يريد في طاعة الله فقال ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وقال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات فهذه الألفاظ القرآنية دعوة للمبادرة وللتسابق والتنافس والمسارعة في فعل الخيرات والنبي صلى الله عليه وسلم حياته العملية تدل دلالة قاطعة على ذلك فهو الذي عصمه ربه قال له ربه سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس فكان باستطاعته صلى الله عليه وسلم أن ينام متكئا على أريكته في ظل ظليل وماء وفير وطعام طيب وزوجة الحسناء والناس حوله يتبادرون لخدمته ولا داعي للغزوات ولا للهجرة ولا للتعب ولا للنصب ولا للإفتلاءات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت على غير ما ذكرنا فيها تعب فيها مشقة فيها حركة الحركة والمشقة والتعب عبر عنها القرآن الكريم في أول توجيه أول توجيه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم كان التوجيه التالي قم فأنذر قم فأنذر والقرآن كله من أول اقرأ وقم فأنذر إلى صورة الناس أو إلى آخر ما نزل مثلا اليوم أكملت لكم دينكم أو صورة النصر لم يأتي في القرآن استرح أو قعد أو كفاك ما فعلت ما فيش راح ما فيش راح هكذا فلما أرادت الزوجة العطوف أن تنصح زوجها وقالت له يا رسول الله أراك تصلي حتى تتورهم قدمك يا رسول الله أراك تفعل كذا وكذا وكذا أكثر مما يفعله الناس هون على نفسك يا رسول الله نم استرح وهو نبي فقال لها مضى زمن النوم يا سبحان الله مضى زمن النوم ويقول أيضا أفلا أكون عبدا شكورا فإذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة والعطرة تؤكد على الحركة حتى يقطف الإنسان الثمرة المرجوة من هذه الحياة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وأموالنا حركاتنا سكناتنا نومنا يقظتنا كلامنا أفعالنا أولادنا أن يبارك الله تبارك وتعالى لنا في كل ذلك وأن يجعل ذلك زادا لنا يوم أن الله واجزاك الله كل خير فضيلة الشيخ